جددت المملكة الأردنية أمس بنيويورك دعمها لسيادة المغرب على صحرائه مشددة على الطبع الجد والواقع لمبادرة الحكم الذاتي والتي اقترحتها المملكة لإيجاد حل سياسي لقضية صحراء المغربية وأكد سفير المندوبة الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة محمود ضيف الله الحمود أن الأردن يثمن الانخراط الإيجابي للمملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه ونهائي لقضية صحراء من خلال مبادرة الحكم الذاتي وقال في مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أن الأمر يتعلق بمبادرة ستمكن من تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وفي هذا سياق جدد السفير الأردنية تأكيد على دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي باعتباره آلية جدة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وكذا سيادة المغرب ووحدته الترابية مضيفا أن المبادرة المغربية تتماشى مع منطق الأمم المتحدة كما أبرز سيد الحمود أن الجهود التي يبدلها المغرب لتعزيز دينامية تنمية في المنطقة وتحسين الظروف المعيشية للساكنة المحلية